بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله من جنوب الصعيد من محافظة الأقصر معكم مستر محمد عبد الحميد في شرح فيديوهات منهج ثالثة سنوية للغة الإنجليزية لعام 2021 النهاردة معنا قاعدة يونت 5 الوحدة الخامسة اللي هي حنا تناول فيها شرح أربع كلمات مهمين الكلمة الأولى هي كلمة so وكلمة such وعندنا كلمتين كلمة to وآخر كلمة هي كلمة enough دول الأربع كلمات اللي احنا إن شاء الله هنشرحهم في فيديو النهاردة باختصار الناس اللي بتخاف من قاعدة النهاردة أو درس النهاردة ده أحب أقول لك أنه ده أسهل درس في السنة كلها يعني مش محتاجة بص محتاجة أنك تفهم في الأول خلاص مش عاوز حفظ والله ما عايز حفظ بس أنت خلي بالك معاي في الكلمة اللي أنا هكتبهم من النهاردة بسم الله نبدأ أول حاجة مع كلمة مع كلمة so هذه أول حاجة نبدأ به لازم تعمل حسابك أن so مش بيجي وراها غير حاجة من اتنين يا إما حال أو ظرف يعني أو إما يجي وراها صفة مش بيجي وراها غير حاجة في الاتنين دول يا إما صفة يا إما حال وراها على طول حتلاقي كلمة زت وبعد زت معروفة أنه لازم تيجي عندنا جملة كاملة لقيت جملة الكاملة دي اللي هي الفاعل والفعل يعني خلاص اللي هي الفاعل وفعل بيكون وراها بنسميها جملة كاملة هذه قاعدة نهار هذه أول واحدة فيهم خلصنا هنا كده خلاص بيجي وراها حال أو صفة وبعدين يجي وراها زت و بعدين جملة كاملة طيب قبل ما ندخل في حاجة تانية غيرها طيب نكتب شوية أمثل عليها عشان نوضحها هذا المسال الأول بيقول أحمد is so slow أو ممكن نقول مثلا آآ نخليه هنا was was so slow that he missed the boss is بص كده الجملة معاي هذه أولها هنا في كلمة so ومرتبطة بها كلمة ايه مرتبطة بها كلمة زت ايه جايب وراها انت بعد so هنا جايب صفة اللي هي كلمة اللي هي كلمة slow طيب هو أنا ممكن نجيب وراها حال آآ ممكن نجيب وراها حال أقول مثلا أحمد walked so slowly that he missed the he missed the boss لا تخلي بالك معاي كده في الجملة دي عشان حتة مهمة بس طيب حتة اللي انا هقولها دي هنا كانت so ومعها z وهنا برضو so ومعها z في الجملة الاولى جاب slow في الجملة التانية جاب slow للي هو الحال تقدر تقول لي ليه هنا جاب حال و ليه هنا جاب صفة هنا جاب صفة فوق لوجود verb to be اللي هو am or طب هنا ليه جاب حال لوجود فعل عادي يبقى نطلع كده بقاعدة مهمة جدا بتقول لي ازا كان عندي الفعل عادي زي walk drive wash watch sleep أي فعل عادي بناخد وراها حال l y او بيكون شاز زي كلمة hard بتبقى hard زي ما هي خلاص زي fast بقى fast زي ما هي بالزبط يعني خلاص فيش حاسمة fast ليه في حي اسمها hard ليه بس ده مش الحال ده adverb بيبقى بمعنى ايه بمعنى بصعوبة او بالكاد او بالعافية يعني خلاص بيبقى شاز يعني فنخلي بالنا من الشواز ادي اول حي كده خلصنا من القاعدة السو ندخل على القاعدة التانية اللي هي قاعدة such بس اتدول معنا شوية يعني هتاخد ايه تاخد وقت في الشرح كلمة such يا جماعة خلاص خلي بالنا فيها كده شوية نشوف ايه اللي هاجم معها such دي بياجي وراها حاجة من دون لامة a او an او ممكن تبقى بدون اداة يعني ممكن تحط a وراها او an اه او an او ممكن تخليها بدون بدون اداة تمام بعدين هنا في الحتة دي في الجزئية دي هنا بنجيب صفة بس لازم تبقى عارف انه such مش بياجي وراها صفة مال ايه اللي انت بتقوله ده مستر انت لسه كاتبهوه such بيجي معاها صفة لا مع الصفة دي ممكن تتشال ما بقاش في صفة اصلا مال ايه الاهم الاهم انه هنا هياجي وراها اسم لازم يكون في ايه لازم يكون في اسم فاذا كان عندي a بجيب اسم اسم مفرد مع ا او an خلاص مع الاسم المفرد ده مع ا او an اوكي اللي هما a وان بيجي معاهم الاسم الايه بيجي مع الاسم المفرد طيب مال بدون اداة دي بقا بتيجي مع مين بدون اداة دي بتاجي معا حاجة من الاتنين دول يا اما اسم لا يعد اسم مفرد لا يعد زي شجر زي ووتر مثلا او كده او ممكن تاجي معا اسم جمع زي ما قول بلايرز ولا حاجة زي كده خلاص يبقى اذا كان عندي اسم مفرد بجيب ا او an طيب اذا كان عندي اسم لا يعد او اسم جمع بخليها بدون اداة طيب برضو حسأل سؤال تاني انا توهد برضو شوية دلوقت كده يعني مستر طيب انت قلت هنا بدون اداة لما يكون اسم لا يعد او اسم جمع طيب قلت ا او an مع الاسم المفرد امتى اخد ا وامتى اخد ان بسيطة يا سيدي هتاخد ا لما يكون الصفة اللي هنا اولها حرف ساكن خلاص وتاخد ان لما تكون الصفة دي اول حرف متحرك مفيش حاجة هتوضح الكلام ده اكتر من الايه اكتر من اكتر من الامثلة بس انا قبل مكتب الامثلة احب اقول لك ايه اللي هيجي بعديها هنا هنا بعديها هيجي معها كلمة ايه معها كلمة زت هيجي معها ايه هيجي معها زت ومعروف ان زت بيجي وراها جملة كاملة طيب هو ممكن هيجي حاجة تاني غير زت اه ممكن تلاقي حاجة اسمها كده اس تو وخلي بالك اس تو بيجي وراها انفينيتف بيجي وراها المصدر طيب مش مهم اللي هيجي بعدين هنا انا كل اللي يعنين هيجوز ايه دي انا هكتب عليها ايه هكتب عليها امثلة مثلا يعني على المسال اول اقول اسمع كده اللي جاء ساتش ا ليزي بوي وكمل باقي الكلام طبعا هه الاسم اللي هنا اسم ما له اسم مفرد اللي هو بوي ولذلك انا اضطريتنا نحط جدامه ا ا او ان طب مين قال لك حط ا هنا متحطش ان عشان الصفة دي اولها اهو حرف ساكن طيب نكتب مثال تاني نقول طب هنا كلمة فيلم اسم مفرد والاسم المفرد بيجي كدامه ا ا ا ا ان مين اللي قال لك اننا لوجود حرف متحرك اللي هو حرف حرف الاي واضحة كده مع الاسم المفرد ده تعالى ندخل كده مع الاسم اللازي اللي يعدى او اي اسم جمع. تعالى نجمع مسلا نقول على اسم جمع. مسلا نقول زي. آآ زي ار. such clever students. ده اسم مفرد ولا اسم جمع. اسم جمع. والاسم الجمع خلي بالك مش بنحط قدامه اي اداة. ولذلك واضح هنا ان ما فيش اي حاجة. ما فيش لاء ولا ان لوجود الاسم ليه? لانه الاسم اللي هنا ده جمع. طيب تعالوا نجرب على حاجة تكون اسم آآ اسم لا يعد يعني زي مسلا زي مسلا جوس. نقول مسلا اتس ديليشيس 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 معناها رزيز. ديليشيس جوس. نكمل باقي الكلام. ادي اسم لا يعد. فالصفة اللي جات هنا ما حطناش قدامها اي حاجة. لا ا ولا ان بدون اداة. ليه? لانه ده اسم مفرد لا يعد. وده اسم جمع. لما كل اسم جمع واسم لا يعد مش بنحط اي اداة. اما ازا كان اسم مفرد يا ا يا ان. او ان دي حسب الصفة اللي قدامه تبدأ بحرف ساكن او بتبدأ بحرف ايه? او تبدأ بحرف متحرر. كده احنا خلصنا كلامنا على سو وصاتش والتعريف بيهم او التعريف الاساسي. لكن في عندنا شوية نوتس ملاحظات عاوزين نكتبها على 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 سو وصاتش. اا اول ملحوظة بنقول ممنوع استخدام ممنوع نستخدم كلمة مع مع الكلمات الاتين. كلمة ميني او ماتش كلمة او كلمة ممنوع ان احنا نستخدم ايه? ممنوع ان انا نستخدم صاتش. ومال الصح ان انا استخدم ايه? الصح ان انا استخدم مع دولة. يبقى ما تستخدمش مع الكلمات دي. ولذلك احنا دايما بنحب نقول قاعدة كده سابتة بنقول ما فيش حاجة في الدنيا اسمها ساتش ماتش. خلاص? يعني احفاظها دي ما تنسها اشان دي بديك معلومة عشان تطلع من حصة مش بس فاهم تطلع حافز كمان. ما فيش حاسمها ساتش ماتش. وطبعا انا يقيس عليها اخوات ماتش اللي هما ميني وفيو وليتل ما فيش اقول ساتش فيو ساتش لتل ساتش ميني ما فيش. نقول سو ميني. سو ماتش سو لتل سو فيو. اوكي? تمام? ولذلك مسلا انا ما فيش اقول ايه? ما فيش اقول ساتش ميني جيرلز. كلام ده مش مزبوط. كلام ده غلط. هما قال اقول ايه? اقول سو ميني جيرلز. ده الصح. تمام? دي اول ملحوظة. الملحوظة التانية بيقول لك يمكن استخدام سو ماتش. مش ساتش ماتش. لأ سو ماتش بس. طب سو ميني طب سو فيو. ما انا كان كتبتهم يا جماعة. عشان محطش يستنتج حاجة من نفسه. انا بقول سو ماتش اللي واحد ها. بس كبه. ما تقوليش طب ينفع سو فيو سو ميني يا عمي اسمع كلامي بيقول لك سو ماتش بس. مع ايه بقى? مع صياغ المقارنة. صياغ المقارنة. ليه? صياغ المقارنة بتاع الصفات لتقوية الدرجة. عشان قوي الدرجة بتاعتها. يعني ايه قوي الدرجة بتاعتها? ايه صياغ المقارنة? صياغ المقارنة اللي فيها كلمة زان. زي لما اقول مسلا. هاي الكلمة اللي احنا هنستخدمها. بص كده في الصيغة المقارنة. طولر ذان. واكمل باقي كلام طولر ذان مسلا اي حي طولر ذان احمل او كده. خلاص? فادي سو ماتش استخدمتها مع صيغة مقارنة. طب دي صيغة مقارنة مع صفة قصيرة. طب جاربها كده مع صفة طويلة زي مسلا زي اكسبنسيف. هقول ادي صيغة المقارنة بين واحد اه بين اتنين قصدي في صفة طويلة اهي. مور ومعها زان وادي الصفة طويلة. او طولر اللي فيها اي ار وبعدين زان. بس حقيت قدامهم ايه? حقيت قدام سو ماتش. ومفعش اقول سو ماتش وشيل مور. لا مش هينفع. هي تفضل صيغة المقارنة زي ما هي بس تحط قدامها ايه? تحط قدامها سو ماتش. اظن كده سو وصدش ان شاء الله مفهمين وزيل فل وقع وحاجة سهلة خالص. يفضل معانا مين يفضل معانا اينف وتو. هنشرحهم في الصفحة اللي بعدي. في الصفحة دلوقتي هننتكلم عن مين? نتكلم عن كلمة اه اينف وكلمة اه تو. اللي هي بتنين او بدبل او. اه كلمة اينف يا جماعة. اللي احنا هتكلم عليها دلوقتي بيجي وراها حاجة حاجة ميلا اتنين. يعني اما يأجي وراها اسم. او ممكن اينف دي نفسها يكون قدامها صفة او حاجة. دي سهلة. دي سهلة دي. دي محتاجة انك تبص عليها دا الوقت كده وتركز معايا خلاص احفظ ده. يبقى اينف يأجي وراها. يأجي وراها اسم. طيب لو النقاط قدامها يبقى مش عايزة اسم. عاوزة صفة او ايه? او حاجة. لما اقول اسم يا جماعة ما اكسودش اسم شخص يعني ها اكسود مسلا اي ناون يعني خلاص اقول اينف ووتر اينف جوس كده يعني خلاص. طيب او لو جات اينف وقدام هالنقاط اجيب قدامها صفة او ايه? صفة او حال. طيب ايه اللي حياجي بعديها? بعديها حتاجي تو بقوه واحدة. مش باتنين اوه بقوه واحدة. وطبعا تو دي دايما بيجوا وراها ايه بيجوا وراها انفينيتي. قاعدة سهلة كوي. خالص. طيب بص كده معايا في مثال مسلا لما اقول اه مسلا اه هي هاز اناف. هاد يا سيده انف جاي بعديها الن tablespoons اللي هو كلمه مني. هي هاز اناف مني. تو باي اا كار وايس طبعا نشتري سيارة. طيب تعال نجيب جدام نجيب صفة صفة او حال هروح اقول هادي صفة ها اناف هادي بص معي كده هادي اناف جاي جدامها الصفة طبعا عشان في هنا قاموا الزهار جبت صفة ما جيبتش حالة لو كان في فعل عادي مثلا زي فعل العادية زي ورن وبلاي وكده بنجيب وراي بنجيب وراي حالة المهم هنا احنا جيبنا ايه صفة هنا جدام اناف هي از ريتش اناف تو باي اا كار هادي كوليد خلاص ضيق يبقى دا اللي هي قاعدة ايه قاعدة اناف في كلام تاني على اناف لا خلصنا كلم جد اه مفيش تاني كلام خلاص خلصنا اناف فيش كلام تاني ضيق الحاجة اللي انا عايز اقولها قبل ما اكفر على اناف ان انا ممكن هنا في الحتة دي بين اناف وتو يعني الحتة دي خلاص ممكن اجيب ايه اجيب حيا اسميها فور واجيب وراها اسم شخص او اجيب وراها ضمير مفعول خلاص يعني اقول اناف مسلا فور احمد او فور مي تمام حكتم يا ان شاء الله في قاعدة في تو دلوقتي طيب اللي بعديها اللي هي كلمة ايه اللي هي كلمة تو تو باتنين باتنين او دبل او وربعة معناها جدا طبعا بيجي وراها يئمة صفة يئمة يجي وراها يجي وراها حال وبعدين هيجي وراها تو زائد الامفينيتف زائد المصدر بس ايه بس خلاص كده مفيش حيطان اهد يا سيد عشان ما تحتارش في الدرس تقول انا مش فهم الدرس من بدايته من اول ومش عارف احفظه اهو وان شاء الله في اخر الفيديو حالا خصلك كل الكلام ده برضو اخلولك في ساطرين باذن الله متقلكش يعني طيب بص يا سيد ايه الفرق بين تو انف بين تو انف في فرقين الفرق الاول فرق بمجرد النظر بمجرد الشكل يعني بص 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 هنا تو والصفة والحال جاي فين جاي بعديها تمام طيب انف هنا جميل الصفة والحال جاي قبلها يبقى ادي اول فرق خلاص يبقى تو بياجي وراها الصفة والحال اما انف يجي قدامها الصفة اول حال وهم الاثنين بيجورهم طول مصدر ادي ده اول فرق الفرق التاني خلي بالاكم ايه اني لو كتبت المثال اللي جاي ده حيوضح لك جدا الفرق بين الاثنين خلاص اقول he is to بور يعني هو فقير جدا to buy a car الاولى هو غني جدا لدرجة انه يقدر يشتري سيارة ومال التانية دي هو فقير جدا لدرجة انه لا يستطيع ان يشتري سيارة فين لها دي اه ما هي تو وراها تو معناها لها معنى سلبي اللي هي تو لها معنى ايه لها معنى سلبي ومال اللي فوق دي اللي هي اناف لها معنى ايجابي بمعنى انه هو معاه ويقدر يشتري السيارة اما دي فقير جدا لدرجة انه لا يستطيع ان يشتري السيارة السيارة يبقى ان ترجمه هو فقير نكتب الترجم عشان بس ما تنسهاش اه هو فقير جدا لدرجة انه اسحل الجاية دي كده لا اهي احباروزها احباروزها انه لا يستطيع شراء السيارة السيارة يبقى هم حاجة عندي كلمة ايه لا طب مين قال لك لا هنا اه ما هي تو والصفة و تو المصدر معناها جدا لدرجة انه لا يستطيع احنا خلاص كده خلصنا نعتبر تو انف بس في ملحوزة بخصوص تو و بخصوص انف ان انا خلي بالك معي كده في اول النوتس يعني النوتس بتاعت اه بتاعت تو وبتاعت انا احنا قلنا طبعا انه انا او المحوز احنا قلنا انه اه كلمة انا بيجي قدامها صفة او حال وبعدين بيجي كلمة انا خلاص وبعدين قلنا هنا بيجي تو زائد الامفينيتف تو زائد المصدر صح و قلنا برضو انه كلمة تو بيجي وراها الصفة او حال وبعدين برضو تو زائد الامفينيتف تو المصدر مع اختلاف المعنى بتاعهم طبعا اللي هو انه دي سلبي ودي اه دي سلبي ودي اجابي وسطيهم هنا ممكن نحط حاجة كده بنسميها اعتراضية يعني اعتراضية يعني لو حزفت لا تؤثر على الجمع ايه بقى ممكن احط كلمة وتجيب وراها حاجة في الاتنين اما تجيب وراها اسم شخص يعني فاعل او فاعل يعني عادي نمشيها مش هتفرج يعني خلاص او ان احنا نجيب وراها ضمير ضمير مفعول طب تعال كده اكتب لك مسال على الكلام انت بتقوله ده اقول مسلا اتس تو هارد خلاص هارد صفة وتنفع حال بس هنا صفة عشان فالب تو بي اتس تو هارد فور مونا تو باس زا اجزا خلاص يبقى ادي حطيت ايه ووسطينا هنا حطيت فور وبنسميها زي كأنها زي ايه زي جملة زي جملة اعتراضية يعني طيب ايه النوت التاني او ايه الملحوظة الملحوظة التانية الملحوظة التانية هنا معايا بتقول ان احنا لا نستخدم لا تستخدم كلمة خلوا بالكم اه اياك تستخدم الا اذا جاء بعدها حاجة كده اسمعناها في الوحدة اللي فاتت اه في الوحدة الرابع الا اذا جاء بعدها محدد ايه المحدد ده المحدد ده المحدد ده بتمعروف يا اما ضمير مفعول او صفة ملكية خلاص او اني اجيب بعديها مسلا زا او زيس او زوس دي كليتها اسميها ايه اسميها محددة يعني مسلا اكتب مسال عليها اقول اناف اوف ما تقولش جوس اناف اوف زيس جوس بقى لازم تجيب ايه لازم تجيب اه محدد طيب الملحوظة او النوت اللي بعد كده النوت تالتة اه خلي بالك معي في حاجة عندينا اسميها خلي بالك فيها كويس اسميها بالله تركز كويس في تو ماتش دي تو ماتش دي يأتي بعدها اسم يبقى لما يكون في عندي اسم اخد ايه اخد تو ماتش طب هل ينفع ان انا استخدم تو ماتش ويكون في صفة بعديها خلي بالك في المحوظات اللي انا بقولها دي ينفع اخد تو ماتش ومعها اسم لكن ينفع اخدها ومعها صفة لا طب ايه رأيك ان الكنام اللي انت بتكتبه ده ان انت كاتب فوق الاسم اخد علامة صح ايه رأيك اللي هخليه غلط وانك كتبت الصفة وعملت جدام علامة غلط هخليه صح يعني ايه الفوزير دي اه يعني انت قلت اني تو ماتش بتيجي مع الاسم متيجيش مع الصفة طب يا رأيك ان انا هخلي تو ماتش متيجيش مع الاسم تبقى قدام الاسم نعمل علامة غلط وتاجي مع الصفة ازاي الكلام ده اه بسيط ده خالص نقلبها نخليها ماتش تو اسحى بقى عاد اسحى عشان محدش يغفلك ها يبقى تو ماتش بتيجي مع الاسم اما ماتش تو بتاجي مع مين بتاجي مع اه مع الصفة طيب هل كده درس النهاردة خلص يعني تقريبا لحد هنا اه درس النهاردة خلص بس في ملحوظات عامة على القاعدة اه ككل اه هكتبها لكم في الصفحة اللي بعديها في جزئية مهمة دلوقتي هتكلم عليها معظم الكتب الخارجية بتتك عليها في التدريبات اه او لو معك اه تست في السنتر مسلا في ال ازا كان فيه سناتر فاتحة دلوقتي او مفيش يعني مهم عندك تست هتلاقي المدارس اكيد هجيب لك سؤال على الحتة دي يعني مهم جدا طيب خلي بالك معي انت فاكر انه اه ساتش فاكرين ساتش اللي احنا شرحناها قلنا ان ساتش بيجي وراها اا او اان خلاص ونسيت الكلام ده ده نسا جايل وملهوش دايكتين تلاتة يعني خلاص او ممكن تاقي بدون ادى دي لها كلمة ايه اللي هي كلمة ساتش طب ايه اللي بيجي وراها قلنا بيجي وراها الصفة طبعا الصفة قلنا منهاش لازمة الاهم فيها هو مين هو الاسم اهم حاجة خلاص يعني زي لما اجي اكتب لك مثال كده اروح اقول لك ايه ساتش اا كليفر بوي ده الكلام اللي احنا كتبناه في القاعدة خلاص مافيش اي مشكلة طيب قال لك يا سيدي انه العبارة اللي انت كتبتها فوق دي ساتش اا ان او بدون وبعدين الصفة وبعدين الاسم بتسويها العبارة الجاية دي دول بيسووا بعض ها بتسويها خلاص ايه اللي بتسويها بتسويها سوء بالزبط يعني زيها اه بس مع بعض الاختلاف انت مين جايب هنا الاول جايب اا وان وبعدين بدون اداة ووراهم الصفة لا مع سوء هنجيب الصفة وبعدين نجيب اا او اان او بدون اداة اها دي معظم المدرسين بيحبوا جباه في الاختبارات خلاص يعني بتاعتهم او في التستان وبعدين بنجيب الايه بنعدين بنجيب الاسم ده بتعال نطبق القاعدة دي اللي احنا عملناها على الجملة بتاعت ساتش اكليفر بوي تمام تبقى ساتش اا تبقى سو جزدي سو كليفر اا بوي لاحظ الفرق ان دي ساتش ودي سو بس هنا بدل ما اا كليفر بيجي تكليفر اا وبعدين الاسم الايه وبعدين الاسم المفرد طيب كده يبقى خلصنا لا فيه بس حاجة تالتة بتسويهم خلاص يبقى كده حاجتين بيساووا ساتش اا او ان ووراها صفة وبعدين الاسم حاجة الاولينية سوء الصفة وبعدين اا او ان ووراها الاسم طب مين تاني بيساويها بيساويها تو بالزبط وبعدين الصفة وبعدين اا ان او بدون وبعدين الاسم اللي ده بالزبط دي زي سو هنا بالزبط يعني مفيش اختلاف مفيش فرق خلص يعني هما الاتنين زي بعض اه بس بتفرج اني سو هنا بياجي وراها زت وتو هنا بياجي وراها تو بعدين الانفينيتي بس يا سيدي اعدل فرق يعني العبارة بتاعة تسويها ايه اه تسويها تو كليفر اا بوي بالزبط زيها بالزبط خلاص كده طيب دي حاجة اا احنا كنا لازم نتكلم عليها علشان معظم الطلبة بتخبط فيها في حلها اا موجودة في الملخصات خلاص تلات عبارات دولة اا بيساوي ايه بيساوي بعض طيب اا كنت مستر قلت في قاعدة المرة اللي فاتت في قاعدة الوحدة الرابعة ان احنا عندينا قاعدة ان شاء الله جميلة جدا في الوحدة الخامسة وهتعجبكم وسهلة وعلى خصف سطرين طب ما شاء الله يا مستر ده انت دخلت في الصفحة التالتة فين السطرين دولة اا يا سيدي انا زي ما وعدتك في اول السنة قلت لك القواعد دي بتاعتي انا قواعد دي لعبتي انا فيش حد في مصر كله ان شاء الله يعرفي واضح لك القواعد ويفهمك ويبسطها لك بالطريقة انا هقدر اقولها لك بفضل الله خلاص مش تفاخر والله بس يعني هزم فضل ربي عشان انا قلت لك في اول السنة ان القواعد دي بتاعتي انا فاسف هالي ما تشيرش هامها خلاص اتقع انت عليك بس تحفظ كلمات تخلي بالك فلانا بشرحه وتحفظ اللي انا بقوله اوكي طيب تلخيصها بقى في صدرين تلخيصها في صدرين ان احنا عندينا سوى قلنا بياجوا وراها صفة او حال وستش بياجوا وراها ايه بياجوا وراها اسم هم اللي اتنين دول بياجوا مع مين بياجوا مع زد طيب ده صدر الاولان اللي هو صدر زد صدر التاني صدر تو وطو دي بياجوا معاها مين بياجوا معاها انف بس انف قدامها الصفة او الحال وتو اللي بياجوا وراها الصفة او الحال لو حفظت دول صدرين دول ده تسعة وتسعين في المية من درس الهرده خلاص عشان ما نعكش بقى الملحوزات التانية اللي انا كتبها دي تاخد معاك واحد في المية حي بسيطة خالصة مجرد بص لها بس خلاص هتحفظها او هتفتكرها يعني اوكي لكن ليش تقول للدرس كله على بعض دي مش عارف احص مش عارف مين بيجي وراها صفة مش عارف مين بيجي وراها حال مش عارف امتى بيجي ومش عارف ايه وشغل الدلع ده اهيه في صدرين احنا ازا كان عندي زد باخد يا اما سو يا اما ستش ام تاخد سو لما يكون وراها صفة وحال ام تاخد ستش لما يكون في ايه لما يكون في اسم طب هيجي حد يروح يقول لي طب هنا فيه بيكون في صفة مرات بيلاقي والله ان شاء الله حتى يكون في خمسين صفة ملهم ش لازمة عندي انا اهم حاجة عندي كلمة زد ايه اللي قدامها في اسم يبقى الصفات اللي قداما هلها ش لازمة لاب اذا كان عندي صفة وما فيش اسم خالص بقى هاخد صو بعيد الصدر التاني صدر تو اذا كان عندي تو يا ام عندك انف يا ام عندك تو امتى باخد انف لما تكون الصفة والحال قدامه امتى اخد تو لما يكون الصفة والحال بعديه طيب هما الاتنين ممكن يكون موجودين في الاختيارات يعني ممكن الاقي تو ولاقي قدامه مكتوب مثلا طول انف وتو طول اخدها ازاي يا ناصح ما احنا قلنا انف معناها ايجابي وتو معناها سلبي يعني مينفعش بجنافي ونفي مع بعضي لحد كده يكون درس النهاردة خلص وان شاء الله الفيديو الجاي بإذن الله يكون تدريبات بس بعد ما تذاكر القاعدة بتاعت النهاردة دي وياريت تحفظ كل الكلام اللي انا كتبته في الكشكول جدامكم دلوقتي وان شاء الله هتلاقوا في الديسكريبشن التحميل بتاع الكلام ده بإذن الله ملف بي دي اف واللي مش قادر يوصل للملف ده او مش عارف يعمله الداونلود من الديسكريبشن اه ممكن يطلب مسلا على زير ومية تمانية اتنين واحدة اربعة خمسة اتنين تسع على الواتساب خلاص اتصال لا اه على الواتساب تطلب على الرقم ده في الواتساب هابعت لك تقول لي مسلا عاوز المذكر او كده هابعت لك عليه اوكي خلاص يا جماعة الحد هنا اشكركم على الحسن استماعكم متنسونيش بالشير واللايك لو انت اول مرة تتفرج على الفيديوهاتنا او تدخل على قناتنا منساش تدوس سبسكرايب وتفعل زر الجرس او تدخل على قناتنا منساش تدوس سبسكرايب وتفعل زر الجرس اشان يوصل لك كل الفيديوهات واحدثها لحظة بلحظة ان شاء الله شكرا حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته